اوكي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم ان شاء الله احنا راح نتابع بهذه السلسلة مبين الباوربوينت مش هيك او لا لا او دكتور امبين اه طيب اوكي طبعا احنا نكمل مع سلسلة محاضراتنا في التسخيص التحليل المخبري وتسخيص الامراض او laboratory analysis and disease correlation احنا تحدثنا عن cardiac function test في المحاضرة السابقة وهذا الcontent اللي حكينا عنه حكينا عن the definitions, ECG, physical examination وبلشنا بالlaboratory tests حكينا عن انزيمات القلب بلشنا فيهم the main two enzymes اللي هما الكريتين او كريتينين kainase CK والcardic tryponin حكينا عنهم واليوم ان شاء الله راح نكمل مع الباقية اللي هو الاسpartate transaminase طبعا it's also known as serum glutamate oxalate transaminase او S-G-O-T او طبعا اختصار اله S-A-S-T هذا المتعارف عليه الآن يعني اله اختر من اسم الاسم القديم كان glutamate oxalate او oxaloacetate transaminase والاسم الحديث الآن اللي هو aspartate transaminase طبعا هذا الانزيم بكون موجود في تركيز عالية في خلايا القلب وخلايا العضلات وفي طبعا بعض الانسجة الأخرى لأن اذا صار في اي damage او خلل في خلايا العضلات او خلايا القلب هذا الانزيم رح يرتفع لأنه لما تتكسر الخلايا هذا الانزيم رح ينزل على الدم ولم نقيسه رح يرتفع طبعا عمل الاسpartate transaminase طبعا it converts amino acid to amino acid residue which is vital to energy production وظيفته ان يحول لي amino acid اسمه aspartate transaminase transaminase هو تحويله من حمد اميني الى حمد اميني اخر طبعا برضو الكوليسترول مهم جدا في الفحوصات لأن الكوليسترول زي ما بتعرفوه في منه نوعين حميد وخبيث او خلنا نسمي bad cholesterol good cholesterol وهذا بيأدي الى انسداد في الأوعية الدموية والشرايين والأوردة وهذا بيأدي الى انسداد وممكن يأدي الى حدوث جلطات او الى حدوث انجاينة او غيره وتلف في عضلة القلب طبعا الكوليسترول هو steroid وطبعا اكيد هو اساسي للحياة لأنه ما في خلية تخلو من الكوليسترول لأنه يدخل في تركيبة الميمبراينز خصوصا السيل ميمبراينز وبرضو كل الأورغانيلز واذا كان هناك نقص بالكوليسترول فحصير في عندي نقص في اللي هي سلامة الخلايا او انقسام الخلايا بشكل طبيعي طبعا برضو الكوليسترول يستخدم في تصنيع الهرمونات نبسهم هم steroid hormones معظم الهرمونات الجنسية هذه كلها growth hormones reproduction hormones كلهم هذول based on كوليسترول اساسهم الكوليسترول طبعا برضو بيكون or it forms bile acids that are needed to absorb nutrients from food لأن لما احنا ناكل وجبة غذائية رح تنهضم فبالتالي بعد ما تطلع من المعدة رح تروع على الاثنى عشر هناك بالاثنى عشر رح يكون في عندي البايل هذا البايل رح يساعد في هضم وامتصاص المواد الغذائية طبعا عمل فحوصات الكوليسترول تعطينا سورة عن الدهون بشكل عام في الجسم اللي يسموها lipoproteins التي هي هذه البروتينات التي تنقل الكوليسترول من مكان الى اخر طبعا كمية الكوليسترول الموجودة في السيركليشن بتكون قليلة وطبعا بتكون مربوطة مع اللي هما اللي قلنا البروتينات اللي سميناهم lipoproteins هذه lipoproteins على شكل particles مكونة من بروتين كوليسترول triglyceride و phosfolipid طبعا هذه الparticles are classified by their density into high density lipoproteins HDL و low density lipoproteins LDL وبرضو في very low density lipoproteins VLDL هذا أخذناه بالبيوكميستري ما رح أقعد كثير أشرح بالكوليسترول لأنه كلنا بنعرف ما هو الكوليسترول طبعا قلنا الكوليسترول قد يكون good cholesterol اللي هو HDL وال bad cholesterol هو LDL طبعا ال good cholesterol هو الآن اللي نستفيد منه و نستخدمه في الباتل components of the cell أما الباتل كوليسترول فهذا بيأدي إلى أنه يترسب في الأنسجة الأعضاء برضو في الشرايين والأغريدة طبعا تلاحظوا بهذه الصورة على الشمال هذا اللي هو الوعاء الدموي و artery كيف flow of blood على اليمين في عندي artery narrowed by atherosclerosis طبعا هو تراكم الكوليسترول اللي بده يضيق الآن to narrow the path of blood طبعا هذا إذا أغلق رح يأدي الآن المكان اللي بروح عليه الدم أكيد الخلايا هذه رح تموت وصير فيها نكروسيس طبعا the extra cholesterol in the blood may be deposited in plaques on the wall of blood vessels طبعا أكيد هي مش الكوليسترول كله وإنما الكوليسترول الزائد عن الحاجة في الجسم هو اللي بدأ يترسب على جدار الأوردة والشراين خصوصا على الشراين طبعا the plaque can narrow or eventually block the opening of blood vessels leading to hardening of the arteries اللي يسمون atherosclerosis اللي يتصلب الشراين نتيجة هذا الترسب على الجدار the unit أو the flexibility of blood vessels بتقل ويصبح الوعاء الدموي صلب أو قاسي إذا كسمنا atherosclerosis أو تصلب الشراين طبعا هذا بيأدي إلى زيادة في المشاكل الطبية ممكن تأثر على القلب ممكن تأثر على الدماغ قد يحصل جلطات قلبية أو أنجينا أو ممكن يحصل الجلطات الدماغية وغيره طبعا كيف يتم فحص الكوليسترول أو الدهون بشكل عام طبعا الشخص يحتاج أن يكون صايم لذلك يحتاج إلى طبعا تأثر كوليسترول وطبع في بلد الشخص بإمكانه يشرب ماء إذا كان الدين يشوب ويحتاج أنه المختبرات تأخرت أو دوره تأخر حتى يأخذوا منه الدم فممكن فقط يشرب ماء طبعا هذا الفحص منسمي Lipoprotein Profile ليش Lipoprotein Profile لأنه بدنا نفحص في كل أنواع الدهون الكوليسترول والتراي طبعا الكوليسترول بأنواع الثلاثة الHDL والLDL والVLDL وكذلك التراي طبعا الأشخاص اللي بيعانوا من تصلب الشريين أو بيعانوا من انسداد الشريين بالكوليسترول في حالات severe cases of atherosclerosis أو الحالات الشديدة في تصلب الشريين هذول ممكن إنه نعالجهم بالجراحة زي الانجيو بلاستي أو كورنري آرطوري بايباس غرافتين يعني إما بفتح الشريين أو بوضع بايباس اللي بياخدوا شريان من جهة معينة من الجسم وبيسووا جسر وبتخطوا الشريان المسكة طبعا الانجيو بلاستي انفلز اكسباندن دي آرطوري الانجيو الانجيو بلاستي اللي هي ونفتح الشريين إحنا بنسميها الأشخاص اللي بنعملهم البالون أو القصطرة والبالون والشبكة كما نحط لهم شبكة هذه الشبكة حتى تخلي المجرى الدم فاتح ونفتح زي ما انتم شايفين بالصورة هذه على اليمين كيف بدخلوا القصطرة أو الكاثتر وبعدين بنفخوا البالون حتى يفتحوا مجرى الدم وبثبت الشبكة أما طبعا هذه تحتاج إلى سيجري إلى آخره أما الثاني اللي هي البروزيجر الثاني اللي هي البيباس بيأخذوا شريان من منطقة عادة بيأخذوها من منطقة في الرجل في سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى مخلي سبير في بعض الشرايين في الرجل بتكون ماء أو إذا سناها ما بتأثر على سريان الدم أو التروية الأنسجة هناك بناخده ونضعه في القلب في المكان المغلق طبعا قلنا الكاب جي is another form of surgery that can improve blood flow to the heart by using arteries from other parts of the body to bypass a narrow coronary artery خصصص فرعي من أشعة القلب كيفته أنه يصور ويشخص ويفسر النتائج لذلك على ضوءه ممكن أن يشوف أنه إذا هناك تسريب في صمامات القلب اللي بسموهم اللي بسموهم leaky heart valve أو زيادة في حجم وشكل القلب إذا كان في عندي احتشاء في القلب يعني تجمع سوائل في القلب أكيد رح يبين القلب أكبر من الطبيعي طبعا ممكن أنه يستخدم الكارديوك ريديولوجيس يستخدم تكنيك سيستخدم إكستري أولتراساون إيخو كارديو جرام سيتي سكان كمبيوتر تموغرافي سكان ومري اللي هي ماجنتيك ريزينانس إيميجين سكان يعني أكثر من طريقة الأشعة اللي حكينا عنها ممكن يستخدم الإكستري العادي أو مستخدم الأولتراساون اللي هو نفسه اللي بيستخدموه للنساء الحوامل أو ممكن يستخدم السيتي سكان اللي هي التوموغرافي نشوف الطبقات القلب أو الماجنتيك ريزينانس إيميجين اللي هي الـ MRI هذه كلها بتعطينا صورة عن القلب وبالتالي إذا فيه IDFix أو أي خطأ في القلب بمكاننا نشخصه طبعا الـ MRI وماجنتيك resonant imaging هذا المagnetic resonant imaging is a type of scan that uses strong magnetic field and radio waves to produce detailed image of the inside of the body يعني لما الإنسان يروح ياخد صورة MRI هذه الMRI مبني على أنه في عندي مجال مغناطيسي قوي جدا وفي عندي radio waves اللي هي موجات الراديو هذه كلها بتسوي صورة مفصلة لما هو داخل الجسم يعني منشوف القلب زي ما هو عم بنبض منشوف الكبد منشوف القفص الصدري منشوف المعدة الأمعاء كله بيبين واضح جدا طبعا الMRI سكانر هي مجال مغناطيسي قوي ويقع في مغناطيسي قوي انتو شفتوهم الMRI هي عبارة عن ماكينة ضخمة والشخص بدخل داخلها زي ما انت شايفين بالصورة هذا كلها تمغناطيس قوي جدا وبستخدموا الآن أمواج الراديو حتى يطلعوا صورة عن داخل الجسم طبعا هذا البروسيجر أكيد غير مؤلمة وتستغرق من 15 ل 90 دقيقة باعتمد على المنطقة اللي بدنا نعملها سكان يعني حجم المنطقة اذا نسوي سكان فقط للقلب بجوز ما تاخد وقت كثير اذا بنسوي سكان مثلا للهيكل العظمي لا بجوز تاخد وقت أكبر طبعا على اليوم المنطقة كان الشخص يستطيع أنه يأكل ويشرب وإذا في عنده أي أدوية ممكن أنه يأخذها عادي إلا إذا كان أحد الأدوية هذه بتعارض أو بتضارب مع الموجات الكهروماراتيسية أو غيره طبعا في بعض الأحيان you may not or you may be asked not to eat or drink anything for up to four hours before the scan ليش في بعض الحالات يعني إذا أنا بدي أصور المعدة أو بدي أصور الأمعاء بديها تكون فاضية فبالتالي ننصح أنه الشخص لا يأكل ولا يشرب خلال أو لمدة أربع ساعات قبل الاسكان أو في مرات نطلب من الشخص أنه يشرب كميات كبيرة جدا من الماء قبل ما يساوله سكان طبعا إذا بدنا نصور المثانة المثانة لأنه إذا كانت فاضية بتكون زي البالون منفسه أما إذا كان عبناها وشربنا الماء وتعبت بتنفخ وبالتالي سهل أنه نسوي لها سكان المرآي سكانر إذا شوت سيلندر طبعا دات أوبن أت بوث انت هذا المرآي سكان الماشين أو الآلة زيها زي كانها سيلندر تيوب مفتوح من الطرفين الشخص بنام بالوسط وبإمكاننا أنه نحركه داخل هذا السكانر أما لقدام أو لورا أو الميلو شمال يمين على جنبه اليمين أو على جنبه شمال حتى نحصل على الصورة المناسبة طبعا ممكن أنه الشخص يدخل أو يحطوه داخل هذه الآلة الـ CT scan أو الـ MRI scan أما بالرأس أول أو ممكن أنه يحطوه بالعكس الأقدام أول حسب وين بدنا نصور إذا نصور منطقة الكتف الظهر الرأس مندخل من الرأس أول إذا بدنا نصور الأقدام والإجرين إلى آخره منسوي بالعكس مندخله من جهة الإجرين أو الأقدام طبعا أكيد نحتاج لكمبيوتر لأنه هذه الأشعة راح تعطيني طبعا اختلاف في الـ density اختلاف في طول الموجات إلى آخره فتحتاج إلى كمبيوتر حتى يضبط هذه المعلومات وحولها إلى صورة الكمبيوتر is used to operate the MRI scanner which is located طبعا in a different room to keep it away from magnetic field generated by the scanner لأنه المجال المغناطيسي حوالين the scanner بيكون قوي جدا فبالتالي الكمبيوتر اللي جنب السكانر ما رح يشتغل فبكون الكمبيوتر في مكان آخر CT scan أو ما يعرف بالcat scan هو computerized axle tomography بشكل one part طبعا يتصور العضو أو الجزء اللي بدنا على شكل شرائح this provides a series of images from many different angles a computer uses this information to create a cross-sectional picture اللي هي قلنا الشرائح طبعا هذه صور لCT scan زي ما أنتو شايفينه طبعا the cross-sectional CT ممكن أتفرج على أي جزء من البراين هاي هم شايفينهم زي وراق الشدة فممكن أتطلع على أي جزء الآن زي ما تشايفين على اليمين هذا هون مثلا الجزء أكيد في مشكلة لأنه مبين بيختلف عن بقية الجسم nuclear image nuclear medicine طبعا imaging uses small amount of radioactive material called radio traces that are typically injected into a blood stream inhaled or swallowed طبعا nuclear imaging منعطي الشخص إما عن طريق حقن أو عن طريق الاستنشاق أو عن طريق tablet حبة ببلعها هذه عبارة عن مادة مشعة والآن إحنا في آلة بدخل فيها هذا الشخص بتصور الإشعاعات the radio tracer travels through the area being examined and gives off energy in the form of gamma rays which are detected by a specific camera and a computer to create image of the inside of the body طبعا بيعتمد وين إحنا بدنا نصور طبعا لما نعطي هذا المادة المشعة في الجسم رح تروح على مناطق مختلفة من الجسم وإحنا نستخدم هاي الكاميرا اللي بتتصور الـ gamma rays وعلى الكمبيوتر حتى أحدد بالضبط أي منطقة من الجسم بدي أصورها طبعا nuclear medicine is a branch of medical imaging that uses a small amount of radioactive materials to diagnose and determine the severity of or treat a variety of diseases including many types of cancers heart disease etc يعني أنا لما أعطي هذه المادة المشعة رح تروح على عضو معين لما أصور هذا العضو يعطيني بالضبط صورة عنه وإذا في مشكلة أو لا طبعا depending on the type of nuclear medicine exam the radio tracer is either injected into the body swallowed or inhaled as a gas and eventually accumulate in the organ or area قلنا حسب شو اللي بدنا نصوره شو العضو اللي بدنا نفحصه في أجزء من الجسم منحدد أنه هل يعطى هذا الـ radio active material عن طريق الإنجكشن أو نعطيه على شكل تابلت أو كابسول يبلعه أو عن طريق إيش قلنا يستنشقه كغاز طبعا هذا الـ radio active رح يروح ويجمع في منطقة معينة أو organ معين حسب المنطقة اللي تم وضع فيها هذا الـ radio active material طبعا radio active emissions from the radio tracer are detected by a physical camera or imaging device that produces pictures and provides molecular information قلنا وين راحت هذه المواد المشعة منصور وبتعطيني صورة طبعا الكمبيوتر هو اللي بيعملها enhancement ومنشوف بالضبط شو اللي حاصل الكارديك كاثريزيشن حكينا عنها احنا قبل شوي اللي هي القسطرة طبعا during cardiac catheterization a long thin tube called a catheter is inserted into an artery or vein in the in your groin يعني في منطقة اللي هي ما بين الفخدين هذه المنطقة بيختاروا شريان أو وريد معين وبدخلوا فيها الكاثتر هي عبارة عن زي سيلك رفيع طبعا اكيد مش سيلك بيكون هي تيوب معين بسماكة معينة تدخل أو بدخلوها من وطبعا طويل حتى يوصل من عند ما بين الفخدين إلى مثلا القلب حتى يمر عبر هذه الشريان وطبعا فيه كامرة صغيرة حتى تبين وين صار في عندي مشكلة وين في blockage وين في narrowing إلى آخره حتى يتم المعالجة محاولة this catheter doctors can then do diagnostic tests as part of the cardiac catheter once you have checked for your catheter you will have your blood pressure and pulse checked طبعاً أكيد قبل ما يبلشوا عملية الكاثرائزيشن بيسألوا الشخص أو بقولوا روح الحمام وفضي مثانتك حتى لأنه بنا ندخل من هذه المنطقة فبالتالي إذا كانت المثانة مليانة ممكن أن الإنسان يسويها حاله طبعاً كاريك كاثرائزيشن طبعاً أكيد لا يوجد تخدير يكون الإنسان صاحي لأنها غير مؤلمة طبعاً أيضاً فبالتالي إذا كانت المشكلة في صممات القلب يجب أن يغيروا القلب يجب أن يكون الإنسان مخدر حتى يقوموا بها العملية أما فس فقط لفتح الشرايين المغلقة لا ما في داعي إنه يتخدر منحط الكثتر ومنشوف المنطقة قلنا منفخها بالبالون ومنحط لها شبكة وبتمشي الأمور الآن ممكن استخدم نحط لفتح الشرايين المغلقة أكيد بحطوا الـ حتى إذا بدهم يعطوا أي أدوية خلال هذه العملية تُعطى عن طريق الوريد طبعاً برضو خلال هذه العملية بإضافة الإنترات لحط المغلقة فأكيد بحطوا مجسات على الصدر حتى يتأكدوا أن دقات القلب لا تزال منتظمة خلال عملية الكاثرائزيشن هيك منكون كمنا هذا التشابتر طبعا لحد هون الامتحان إن شاء الله فالآن حدا عنده أي سؤال لا دكتور يعطيك العافية